فقدانه للسمع والنطق منذ الولادة لم يمنعانه من اخراج مواهبه في فن النحت الذي يتميز به منذ صغره عبدالله عبدالفتاح احد سكان محافظة صلاح الدين حول مهنة النجارة التي ورثها عن ابائه واجداده الى طريقة للتعبير عما في داخله من موهبة حية وطاقة في مجال النحت حتى بات يصنع اشكالا من الخشب والطائرات والسيارات والزخارف وكونه يعيش في مدينة سامراء فقد جسد عبدالله اثارها في العديد من اعماله كالملوية وقصر العاشق وغيرها من اثار تلك المدينة والدي ورث النجارة بن عجد وضاف للنجارة المواهبة انه يصنع السيارات والتحفة الفنية مثل الملوية او العود او حتى العدل الى دوية لدينا في المحال احد ابناء عبدالله اكد ان والده لا يحظى باي رعاية حكومية فيما طالب الجهات المسؤولة بالاهتمام باعمال ابيه كونها احدى المواهب النادرة في البلاد ابويا يعني اعتقد موهبة من دثرة بالعراق واتمنى من الدولة ان تدعم شريع التصوم شبه من هملة بالعراق واتمنى من الدولة ان توصل التحفية اطمانات ابويا بالمعارض او متاحف المحلية والعالمية اهمال المواهب في مدينة سامراء اصبح امرا واقعا كما اكد سكان المدينة فلا تختلف المدينة عن غيرها من المدن العراقية التي تعاني من جراء الاهمال الحكومي اذ لم تقم الحكومة بدعم اي شريحة من شرائح المجتمع منذ احتلال العراق عام 2003